نفي مبني للمجهول هو أول رد فعل من التحالف العربي على تقرير لمجلة انتليجانس الفرنسية المعنية بالشؤون الاستخباراتية بشأن اجتماع عقد بين نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري ونجل المخلوع صالح المقيم في أبوظبي على خلفية ترتيبات لإسقاط الدعم عن الرئيس عبد الربو منصر هادي وحكومته النفي الذي نسبته صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن إلى مصدر في التحالف كان قاطعا وواصف تقرير الدورية الفرنسية بالمفبرك التحالف على لسان المصدر ذاته أكد استمرار دعمه للحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دوليا بموجب القرار الأممي رقم 2116 الموضوع ذاته كان محل نقاش في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس عبد الربو منصر هادي في الرياض مع نائبه وكبار أعضاء الحكومة والمستشارين ووقف أما بالدعم العربي والدولي لليمن وقيادته الشرعية الذي يتجسد بحسب وكالة الأنباء اليمنية في التأكيد على دعم الشرعية في اليمن ومرجعية السلام الرئيس هادي وضع الاجتماع أمام لقاءته الأخيرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونتائجها التي وصفها بالإيجابية والمثمرة لوحدة الصف والهدف والمصير المشترك اجتماع الرئيس مع كبار مستشاريه أكد أهمية التكاتف ووحدة الصف وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في التحالف بما يعزز وحدة الموقف والمصير المشترك لمواجهة التدخلات والتحديات التي تتربص باليمن والمنطقة بصورة عامة بحسب البيان الذي بثت الوكالة اليمنية عن هذا الاجتماع مدير مكتب الرئيس كان قد استبق هذا الاجتماع بتصريح أنحثه باللائم على الإنقلابيين واتهمهم بأنهم رأى تسريبات كهذه والتي قال إنها تتعلق بأوهام العودة وتنبئ عن أزمة داخلية كبيرة يعيشها الإنقلابيون لكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على أن أي فعل سياسي في إطار المرجعيات المتفق عليها فهو فعل مرحب به وسيحظى باحترام الشعب واهتمام الدولة وما دون ذلك فالشعب الذي تصدى للإنقلاب كثيل بإفشاله